موسيقى السلام عليكم عزاء المتعلمين في حلقة جديدة من دروس الرياضيات للصف الخامس سوف نتناول في هذه الحلقة الدرس الرابع من الوحدة الرابعة بعنوان غرب الأعداد الكلية هل أنتم مستعدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم تم التعاقد مع إحدى الشركات على صيانة بعض الطرق وكانت الشركة تنجز شهريا 372 كيلو مترا كم كيلو مترا تنجز خلال خمسة أشهر؟ إذن خمسة ضرب 372 يساوي كم؟ يمكنك اتباع الخطوات التالية لإيجاد الناتج الخطوة الأولى اضرب بالآحد وأعد التسمية عند الحاجة لاحظ عزاء المتعلم لدينا خمسة ضرب 372 هذه منزلة الآحد وهذه منزلة الآشرات وهذه منزلة المئات الآن الخطوة الأولى نضرب الخمسة في الآحد إذن خمسة ضرب 2 يساوي ماذا؟ يساوي عشر إذن فيها إعادة التسمية وضعنا الصفر في الآحد والواحد فوق منزلة العشرات الآن الخطوة الثانية وهي اضرب بالعشرات واجمع العشرات الزائد أي هذه شوف نجمعها ثم أعد التسمية عند الحاجة إذن نضرب الآن في العشرات خمسة ضرب 7 يساوي 35 زائد 1 إذن 36 وضعنا الستة في العشرات والثلاثة فوق المئات أعدنا تسميتها الآن الخطوة الثالثة وهي اضرب بالمئات واجمع المئات الزائدة ثم أعد التسمية عند الحاجة إذن لاحظ نفس الخطوات نضرب ونجمع الزائد نضرب ونجمع الزائد ونعيد التسمية عند الحاجة خمسة ضرب ثلاثة بالمئات يساوي خمسة عشر خمسة عشر زائد ثلاثة يساوي ثمانية عشر إذن الإجابة هي 1860 يريد الآن أن نتحقق من معقولية الإجابة خمسة ضرب 372 تقريبا لاحظ أنه لما قرب قرب 372 إلى 400 بعد الضرب لاحظ أنه عندنا صفرين في الناتج وخمسة ضرب أربعة ينتج أيضا صفر إذن تقريبا ألفين بالتالي الإجابة معقولة لماذا الإجابة معقولة لاحظنا الـ 201860 قريبي من بعض إذن تنجز الشركة 1860 خلال خمسة أشهر أوجد الناتج خمسة عشر ضرب اثنان وتسعون حولناها في الصورة الرأسية خمسة عشر ضرب اثنان وتسعون الآن نضرب فقط الخمسة خمسة ضرب الاثنان ثم الخمسة ضرب التسعة إذن نضرب الآن فقط الآحد خمسة ضرب اثنان يساوي عشرة صفر في الآحد وواحد في العشرات الآن أيضا الخمسة ضرب التسعة يساوي خمسة واربعون زائد الواحد ستة واربعون هذا الناتج هو ناتج فقط خمسة ضرب اثنان وتسعون شوف ما عزي متعلم خمسة ضرب اثنان وتسعون الآن نجري نفس الخطوات السابقة ولكن بضرب العشرات إذن الآن نضرب العشرة ضرب اثنان وتسعون كيف نقوم بذلك؟ لأن نضرب في العشرات إذن أفضل طريقة أن مع وضع الزائد نضع الصفر لماذا؟ لأن من ناتج ضرب في العشرات يوجد صفر في الآحد الآن نضرب ضرب طبيعي عادي واحد ضرب اثنان يساوي اثنان واحد ضرب تسعة يساوي تسعة بعد ذلك أقوم بعملية الجمع إذن هذا اللي باللون الأخضر هو ناتج ضرب الخمسة ضرب اثنان وتسعون واللي لونه برتقالي هو ناتج ضرب عشرة ضرب اثنان وتسعون أجمع الناتجين معا إذن صفر زائد صفر صفر ستة زائد اثنان يساوي ثمانية أربعة زائد تسعة يساوي ثلاثة عشر إذن الناتج النهائي هو ألف وثلاثمائة وثمانون أوجد الناتج ثم أوجد الناتج التقديري لتتحقق من معقولية الإجابة لدينا السؤال خمسة وأربعون ضرب تسعة وثلاثون لاحظة عزيزي المتعلم الخمسة وأربعون وضعت لك الآحاد باللون الأخضر والعشرات باللون البرتقالي لكي تميزهم لماذا؟ لأن أول مرة سنضرب الآحاد اللي هي خمسة ضرب تسعة وثلاثون ثم نضرب الأشرات وهي الأربعون ضرب تسعة وثلاثون خليك معاي خطوة في خطوة أولا نمسك الآحاد خمسة ضرب تسعة ماذا تساوي؟ تساوي خمسة وأربعون لاحظ وضعنا الخمسة في الآحاد والأربع يعد التسمية فوق الأشرات الآن خمسة ضرب ثلاثة يساوي خمسة عشر زائد أربعة يساوي تسعة عشر هل انتهت المسألة؟ كلا هذا فقط ناتج خمسة ضرب تسعة وثلاثون الآن المطلوب أن نوجد ناتج أربعون ضرب تسعة وثلاثون لاحظ أن الأربعون هي في منزلة الأشرات ويوجد فيها صفر حفاظا على القيمة المكانية نضع الصفر بجانب الصفر لكي نجري عملية الضرب بشكل سهل وسلس وطبيعي الآن لاحظ أربعة ضرب تسعة ما قلت أربعون؟ خلص لأننا ضمنت الصفر هنا إذن أربعة ضرب تسعة تساوي ستة وثلاثون وضعنا ستة في منزلة الأشرات والثلاثة فوق منزلة الأشرات الآن نضرب أربعة ضرب ثلاثة في الأشرات ماذا تساوي؟ تساوي اثنى عشر اثنى عشر زائد ثلاثة يساوي خمسة عشر الآن نقوم بعملية الجمع إذن نجمع مئة وخمسة وتسعون زائد ألف وخمسمائة وستون وانتبه عزيز المتعلم أن الآحات تكون تحت الآحات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات عند الجمع حتى وأنت تكتبهم في الحل عند الضرب لما يكونون على سطرين تضع كل رقم في المنزلة المناسبة له الآن نجمع خمسة زائد صفر يساوي خمسة تسعة زائد ستة يساوي خمسة عشر فيها إعادة التسمية الآن واحد زائد واحد زائد خمسة يساوي سبعة واحد زائد ولا شيء إذن واحد أصبحت الإجابة ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون هل انتهى السؤال؟ كلا فقط الجزء الأول من السؤال دائما عزيز المتعلم انتبه لرأس السؤال وما هو المطلوب منك؟ هل فقط إيجاد الناتج؟ كلا يريد أيضا إيجاد الناتج التقديري كيف نفعل ذلك؟ نلاحظ أن لدينا العدد خمسة وأربعون الخمسة وأربعون أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الخمسون والتسعة وثلاثون أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الأربعون إذن خمسون ضرب أربعون يساوي ألفان هل الألفان قريبة من الألف وسبعمائة وخمسة وخمسون؟ نعم قريبة إذن تحققنا من معقولية إجابتنا فهي معقولة الآن أيضا سؤال آخر يريد إيجاد الناتج ثم إيجاد الناتج التقديري اللي تتحقق من معقولية الإجابة إثنان وستون ضرب ستمائة وسبعة لاحظ أنه إحنا في السؤالين السابقين ضربنا بالعشرات الآن لدينا بالمئات فنفس الطريقة أزيز المتعلم أول شيء نمسك هذا الأخضر اللي هو الأثنان نضربها في العدد كامل إن نبدأ بالآحاد إن نبدأ بالعشرات بعدين في المئات وخلصنا بعدين نمسك الستة هذه نضربها في الآحاد نضربها في العشرات نضربها في المئات يلا اثنان ضرب السبعة ماذا تساوي؟ أربعة عشر وضعنا الأربعة والواحد مع إعادة تسميع فوق العشرات اثنان ضرب صفر في العشرات ماذا تساوي؟ تساوي صفر زائد واحد يساوي واحد الآن نضرب المئات اثنان ضرب ستة يساوي اثنى عشر خلصنا ضربنا بالآحاد بعدين ضربنا بالعشرات بعدين ضربنا بالمئات هل انتهت هذه المسألة؟ كلا هذا فقط ناتج اثنان ضرب ستمائة وسبعة الآن نريد ستون ضرب ستمائة وسبعة كما قلنا لأننا قاعدين نضرب في العشرات أضع بجانب الزائد أضع الصفر لحفظ هذه المنزلة وقيمتها المكانية اللي هي الستون الآن أضرب ستة ضرب سبعة ماذا يساوي؟ يساوي اثنان واربعون الآن نضرب في العشرات ستة ضرب صفر صفر زائد الأربعة أربعة نضرب في المئات ستة ضرب ستة يساوي ستة وثلاثة نلاحظ أنك لازم تحافظ على ترتيب المنازل أحد تحت الأحد عشرات تحت العشرات لأن أغلب التلاميذ لما يضعون الصفر يضعون مثلا بعيد وبعدين يدنون الاثنان تحت الأربعة لا عزيزي متعلم الصفر تحت الأحد ومن ثم باقي الأعداد الآن نريد أن نجمع إث أربعة زائد صفر يساوي أربعة واحد زائد اثنان يساوي ثلاثة اثنان زائد أربعة يساوي ستة واحد زائد ستة يساوي سبعة ثلاثة زائد ولا شي ثلاثة الآن الناتج سبعة وثلاثون ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون نريد أن نتحقق لأن الجزء الثاني من السؤال هو التحقق العدد الأول والعامل الأول أقرب إلى ستة مئة العامل الثاني أقرب إلى ستون إذن ستون ضرب ستة مئة يساوي الضالع كم صفر؟ انظر ثلاثة أصفار ستة ضرب ستة ستة وثلاثون إذن ستة وثلاثون ألفا قريبة جدا من سبعة وثلاثون ألفا وستمائة واربعة وثلاثا إذن إجابتنا معقولة أيضا سؤال آخر عزم التعلم يريد إيجاد الناتج ثم إيجاد الناتج التقديري لتتحقق من معقولية الإجابة 143 ضرب 592 الآن نمسك الآحد ونضرب في العدد 592 كامل نبدأ من الآحد 3 ضرب 2 يساوي 6 3 ضرب 9 يساوي 27 وعشرون 3 ضرب 5 يساوي 15 زائد الاثنان سبعة عشر هل هذا انتهت المسألة؟ كلا هذا فقط ناتج 3 ضرب 592 الآن نريد أن نضرب العشرات اللي هي 40 ضرب 592 لأنها بالعشرات أضع الصفر ومن ثم أضرب ضرب عادي إذن 4 ضرب 2 بدل ما أقول أربعون أقول أربع لأنه وضعت الصفر خلص 4 ضرب 2 يساوي 8 4 ضرب 9 يساوي 6 30 أربع ضرب 5 يساوي 20 زائد ثلاثة يساوي 23 هل انتهت المسألة؟ لا هذا فقط ناتج العشرات اللي هي 40 ضرب 592 الآن لدينا أيضا مئات إذن 100 ضرب 592 لاحظ لأن لدينا مئات إذن نضع صفرين حفاظا على القيمة المكانية ومن ثم نضرب ضرب عادي إذن 1 ضرب 2 يساوي 2 1 ضرب 9 يساوي 9 1 ضرب 5 يساوي 5 الآن باستطاعتنا الجمع وحافظ على ترتيب المنازل تحت بعض لتتمكن من إيجاد الناتج الجمع الصحيح 6 زائد صفر زائد صفر يساوي 6 7 زائد ثمانية زائد صفر يساوي 15 من إعادة تسمية لاحظ عندنا 1 1 زائد 7 زائد 6 زائد 2 يساوي 16 1 زائد 1 زائد 3 زائد 9 شوف عندي 9 وعندي 1 هذه 10 10 زائد 4 إذن 4 10 1 زائد 2 زائد 5 يساوي 8 هذا الناتج الكامل اللي هو 84656 هل انتهت المسألة؟ كلا نذهب إلى الجزء الثاني من المسألة وهو التحقق لاحظ أن العامل الأول 592 أقرب إلى الستمائة والمائة وثلاثة واربعون أقرب إلى المائة واربعون إذن لمن أضرب لدينا ثلاثة أصفار كما أضرب ستة ضرب أربعة عشر أربعة وثمانون ألفا جدا قريب من الناتج الدقيق إذن إجابتنا معقولة تحوي علبة حلوة 24 قطعة وثمن القطعة الواحدة من الحلوة 125 فلسن فما ثمن علبة الحلوة بالدنانير؟ لاحظ أن يريد الناتج النهائي في الدنانير إذن المسألة هي أربعة وعشرون ضرب مائة وخمسة وعشرون يساوي كم؟ لنحولها رأسيا أزيز المتعلم ونجري أملية الضرب كما تعلمنا خوار زمية الضرب أربعة ضرب مائة وخمسة وعشرون نبدأ أربعة ضرب خمسة ماذا تساوي؟ تساوي عشرون أضع صفر واثنان من إعادة تسمية أربعة ضرب اثنان يساوي ثمانية ثمانية زائد اثنان يساوي عشر أيضا إعادة تسمية صفر في العشرات وواحد في المئات أربعة ضرب واحد مئات يساوي ماذا؟ أربعة زائد الواحد إذن خمسة هذا الناتج ماذا؟ ناتج فقط أربعة ضرب مائة وخمسة وعشرون الآن لأننا رح نجمع الأشرات نضع الصفر بجانب الزاد الآن أضرب ضرب طبيعي 2 ضرب 5 يساوي 10 وضعنا الصفر و 1 فوق إعادة تسمية في الأشرات 2 ضرب 2 يساوي 4 زائد الواحد يساوي 5 2 ضرب 1 يساوي 2 الآن نجمع صفر زائد صفر يساوي صفر صفر زائد صفر صفر 5 زائد 5 يساوي 10 1 زائد 2 يساوي 3 إذن تقريبا ثلاثة آلاف إجابة دقيقة ثلاثة آلاف إذن ثمن علبة الحلوى هو ثلاث آلاف فلس ولكن نريد الإجابة بالدينار وإحنا نعرف أن الدينار في ألف فلس إذن ثلاث آلاف فلس إذن ألف وألف وألف يعني كم دينار إذن ثمن علبة الحلوى هو ثلاثة دنانير إلى هنا نصل أعزاء المتعلمين إلى ختام حلقتنا أتمنى لكم التوفيق ونلقاكم على خير مع درس جديد من دروس الرياضيات للصف الخامس وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر